سألت السيد أحمد الحسن سلام الله عليه على هذه الآية والله خلق كل شيء من ماء فمنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على رجلين يعني اثنين وأربع فقلت لسيدنا أنه هذه الآية مدل على أن الأصل في جميع المخلوقات هو واحد وهو الماء أن الأصل في جميع المخلوقات هو الماء والله خلق كل شيء من ماء فقلت لأصل يعني معناها الماء وإذا كان الأصل هو الماء فليش البعض يستاء يستاء لما تذكر نظرية التطور ويشكل عليها بهذا الإشكال يقول بأنه ليس معقولة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو أفضل مخلوقات الله عز وجل يكون له أصل مع القردة العليا ويشكلون بعضهم طبعا هو الأشكال موارد لأن هذا ما يتكلم نظر التطور تتكلم عن الجانب البايولوجي للإنسان والإنسان هو مو إنسان بجسد الفاني الإنسان بروحه وروح الإنسان تختلف تماما ونفس الإنسان تختلف تماما عن بقية الحيوانات على كل حال فشهدنا على هذه الآية المباركة والله خلق كل شيء من ماء فمنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على لجلين يعني أن الأصل هو الماء يخلق من عنده يخلق من عنده هذا الإنسان والحيوان معا قال لي نعم قال يمكن هذه الآية نعم دل خصوصا إذا ترجحها إلى بداية البروتون اللي قابل النسخ قابل أن ينسخ نفسه ومشاكل ترجع إلى هذا المعنى لكن هذه الآية ما تكون تستدل بيها بدليل يعني وإنما تخليها مؤيد للأدلة الموجودة تخلي هذه الآية مؤيد للأدلة التي نقلت وثبتت في العلوم الحديث بعدين علق قالوا أساسا أنا ما أشوف أنه أكو غير بمسألة أو التكبر على الحيوانات المخلوقات في هذه الأرض فهي مخلوقات مثلنا هذه الحيوانات الموجودة هي مخلوقات مثلنا وما أشوف أنه من الصحيح أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله على هذه الأرض هذا غير صحيح وما أشوف هذا الشيء صحيح وممناسب هذه تربية خلفاء الله مو بس مسألة أنه عدم التكبر على الإنسان الآخر والتواضع للإنسان الآخر لا حتى مع الحيوانات أيضا أنه لابد أن تتواضع ولابد أن لا ترى نفسك أفضل منها فهذه الزراع الأخلاقية التي يريد أن يرتبونها ويزرعونها خلفاء الله عند أتباعهم ما ترى نفسك أفضل من أحد ونقل عن السيد أحمد الحسن سلام الله عليه يقول بأن الذي يريد أن يدخل ملكوت السماوات لابد إلى شروط كل شيء إلى شروط من أراد أن يدخل ملكوت السماوات أيضا لابد عليه أن يسير وفق شروط معين شنو هاي ملكوت السماوات كيف يدخل للإنسان أولا لابد أن يتواضع للمؤمنين هذا واحد اثنين أن لا يدعي أو يرى نفسه أفضل من بعض المؤمنين لا يرى نفسه أفضل من أحدهم ثالثا هل لا يتقدم هل لا يتقدم ويرى أن غيره أفضل منه موجودا إذن بالتالي هذه كلها أسس أخلاقية وقوانين أخلاقية لطالما بينها وتعب معنا كثيرا السيد أحمد الحسن سلام الله عليه يعني الحقيقة أنه من تشوف كتب السيد صلوات الله وسلامه عليه تجد بأنه أخذ الجانب الأخلاقي والنصائل الأخلاقية منها الكثير الكثير لماذا؟ لأن حقيقة الإنسان هي بأخلاقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا